هل يصح تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا حاكمية إلا لله أو لا حاكمية ولا شريعة إلا من الله ولا سلطان لأحد على أحد لأن السلطان كله لله أو لا شريك له في الخلق والاختيار الحمد لله لا إله إلا الله بيّنها أهل العلم ما نحتاج إلى تفسير الحاكمية وتفسير الطوايف المتأخرة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله وأما الحاكمية فهي جزء من العبادة وليست هي تفسير لا إله إلا الله بل هي جزء من تفسيرها داخل في العبودية لأن تحكيم ما شرعه الله عبادة لله داخل في العبودية لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله كله بل هو جزء منه فلا إله إلا الله تشمل جميع أنواع العبادة جميع أنواع العبادة كلها تدخل في لا إله إلا الله كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل وعلا لا مثلا